موسيقى قلنا أن ما يحدث ليس الجديد أذكر أنه في 9.9.2009 شاركت في برنامج الاتجاه المعاكس على قناة الجزيرة وأثناء الحوار الذي جمعني مع اللواء علام وهو من كبار رجال الأمن في مصر ومعروف بتاريخه في قضايا السجون كان لي هذا المقطع شاهدوه يوجد مثال في الجزائر سجين اسمه مبارك عبد الحميد نزع وذكره جهازه التناسل يا رجل وهو حار السجن لأنه اتهم زورا بالتورط في مجزرة سركاجي كما شاهدتم أنني تحدثت عن قضية سجين اسمه حميد ميباركي أو عبد الحميد ميباركي عبد الحميد ميباركي هذا كان حارس سجن في سركاجي لما حدثت تلك العملية اللي سموها عملية محاولة الفرار اتهم بأنه متورط فيها وتم سجنه كان ذلك في خمسة وتسعين هي حدثت في واحدة عشرين واثنين وعشرين في فري خمسة وتسعين حميد ميباركي سجن منذ ذلك الحين رغم أنه جاء قانون الماء وآم المدني المسلحين جاء قانون فيه جزء كبير يتعلق بالمساجين الذين يطلق صراحهم اللي ما من خلاله إلا ثلاثة تهم قضية مشاركة في المجازر المعروفة الأمر الثاني أنه تورط في الاغتصال والأمر الثالث أنه تورط في وضع المفجرات في أماكن عمومية إذن تورط في المجازر الاغتصال قضايا المتفجرات في أماكن عمومية حميد ميباركي التهم بأن ذاك بمساعدة على محاولة الفرار تلك ما حدث في سركاجي الناس كل تحدثت عنه وكان هناك بمعرفي وكان هناك حشاني وكان هناك اللي ماته يخلف شراتي وغير وغير وكان العيايدة موجود هناك قصة كبيرة وكل المعطيات تقول بأنها فبركت من أجل تصفية بعض الرؤوس على كل حال أنني بعد مروري في الجزيرة أنا مريت في تسعة 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 سبتمبر 2009 في ثمنطاعش أكتوبر ثمنطاعش عشرة 2009 نتفاجأ بجريدة الشروق بالبنط العريض في الصفحة الأولى كما تشاهدون في الصورة على فكرة أن السلطات لا يمكن أن تسمح لصحيفة أن تحاور شخص مثل حميد ميباركي المتهم في قضية مجزرة سركاجي نعم هذه المجزرة التي ارتكبها لأجهزة الأمنية بحق مساجين وليس العكس وبعد ذلك يتهم حميد ميباركي بمشاركة في هذه المجزرة ويحرم حتى من حق من الاستفادة من قوانين المصالحة رغم أنه من حق الاستفادة منه فهو لم يقتل ولم يطلق رصاصة واحدة ولا شارك في اغتصاب ولا وضع قنبلة في أماكن عمومية ولكن أرادوا من خلاله لو يسمعوا له بالخروج قد يخرج للخارج أو شيء من هذا القبيل ويكشف ما حدث في تلك الليلة المشؤومة من فيفري من عام 1995 والتي ذهب ضحيتها عشرات من المساجين الجريدة كتبت الشروق تتسلل إلى السجين حميد ميباركي وتنقل شهادته حول ادعاءات الاتجاه المعاكس الشروق تتسلل الشروق قد تتسلل إلى مقهى الصحيفة أي صحيفة لا أقصد الشروق تحديدا أي شروق صحيفة قد تتسلل إلى مكان أخ لكن أنت تتسلل إلى سجن محصن وفيه سجين مثل الحميد ميباركي المتهم في قضية سركاجي أنا لا أعتقد بأن القضية تسلم هذه القضية فقط معروفة بها جريدة الشروق أنها دائما تحاول الإثارة في العنوي يقول قطع عذو التنسل من الأكاذيب أنور مالك وأنا جاهز للفحص الغريب أنه حتى حميد ميباركي وضع صورته صورته من الجريد وكان ذاك في مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالشلف وضعت الجريدة صورتي وضعين عنوان عضو التنسل سليم وأنور مالك ماكر وانتهازي نقرأ لكم ماذا قال كتبت نفس سجيل حميد ميباركي الذي يقضي عقوبة المؤبد بالمؤسسة العقبية بالشلف ما ورد على لسان الصحفي أنور مالك خلال استفضافته في برنامج الاتجاه المعاكس في قناة الجزيرة والذي خصص لمناقشة مسألة التعذيب في السجون العربية والذي ذكر فيه بأن حميد ميباركي تعرض للتعذيب انتهى ببطل عضوه التنسل وقد كشف لنا طبيب مؤسسة إعادة طربية بالشلف شهادة طبية للمحبوس ميباركي تثبت سلامة عضوه التنسل اعتبر حميد ميباركي المتهم الرئيسي في قضية تمرد سركاجي تصريحات أنور مالك حول التعذيب في السجون العربية مجرد تلفيق وفرقة إعلامية فاشل غرض منها التشكيك في إرادة الجزائر فيما يخص احترام حقوق الإنسان داخل مؤسسات العقبية التي أصبحت واقع على إيجي بن كرانه منذ تسعة وتسعين منذ تسعة وتسعين وحميد ميباركي سجن في الخمسة وتسعين يعني أربع سنين وأنا الحادثة اللي حكيت عليها حدثت في الخمسة وتسعين مش في التسعة وتسعين اللي أصبحت فيها احترام حقوق الإنسان واقع بعدين الحديث طويل تناول كثير من الأمور يعني شوف من الصدف العجيبة أن الجريدة تتسلل إلى السجن تلتقي حميد ميباركي صدفة في العيادة تسأل المدير وكل ذلك محل الصدفة وتسلل بعيد عن أعين المراقبين ونحن نعلم في السجون أنه إذا دخل أي طرف غريب أو شخص غريب يتم تحديد الأماكن اللي يمشي لها تحديد الأشخاص اللي يطلق معاهم وهذا عملوا به مع مثلا منظمة الصليب الأحمر عندما تأتي من مجموعة الصليب الأحمر أحيانا يجيبوا حراس السجن يلبسوا لهم لابس مساجين ويحطوهم في باحة هكذا أو لا كور ويجيوا تحقوق الإنسان أو تعالى للصليب الأحمر ويتكلموا معاهم على أسس أنهم مساجين ويعطوهم صورة جميلة ورائعة عن واقع الحقوق الإنسان في السجون كيف جريدا صحفي يروح ويلتقي مع حميد ميباركي محل صدفة وكذا وكذا وإن كانت بعد ذلك وصلت لمعلومات أن هذا التقرير أعد في بن عكنون من طرف جهاز المخابرات وأرسلوه بتلك الطريقة التي يراد منها فقط تكذيم تلك الفاضحة أن مساجين يصل الأمر إلى بطر عضو التناسل بسبب التعليم المهم نوصله هنا يقول عضو التناسل سليم وأنور مالك ماكر وانتهازي استهجن ميباركي حميد المحكم عليه بالمؤبد بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والتواطع على الهروب يعني أنا حرت في شيء أنه قتل عمدي حميد ميباركي مقتل حتى واحد هل قتله هما الدرك الوطني قتله مساجين وحدث تبادل إطلاق النار ومش نعارف واش وكذا وكذا وأسرة وحكاية معروفة ولكن حميد ميباركي ما قتل حميد ميباركي والتهم بأنه سهل تمرير سلاح إلى أحد المساجين هكذا وجهت له اتهامات وهو أنا التقيته شخصيا وعشت معاه فطرة في سجن الحراش وأكد بأنه ما عنده حتى علاقة الحاجة الوحيدة أن حميد ميباركي معروف أنه حارس سجن طيب ومصلي فأرادوا في ذلك الوقت أنه باش يضبطوا يحبكوا الرواية لازم لهم كبش في دا يتخلصوا منه على أساس أنه دخل السلاح للمساجين رغم أن الحكاية هذه كلها مفبركة على كل حال المهم أن تصريحات أنور مستغربة تقضرق لهذا الموضوع العاري من السح حيث استغلينا وجود طبيب بالمؤسسة ليؤكد لنا بأن العضو التناسل للسجين في كامل سلامته وتم تسليم شهادة طبية لإدارة المؤسسة باستثناء نزع خصية واحدة وبشأنها قال ميباركي الأمر يعود إلى تاريخ 22 فيفري 95 وهو تاريخ تمرد سجن ساركاجيني أين تعرضت بصفة عون إعادة طربية إلى إطلاق النار على مستوى البطن وكادت أن تخرق الرصاص الخصيتين وعلى إثرها أجريت لعملية جراحية في 22 فيفري 95 بمستشوعين النعجة العسكري وأثناء تواجدي بسجن الحراش في 2005 تعرضت إلى الضرب على مستوى إحدى الخصيتين مما تطلب نزع أحداها في مستشفى مصطفى باشا الجامعي بعدما تضررت بفعل الطلقات النارية وكان ذلك في أوخر 97-900 و1000 وسألته حميد ميباركي على بعض الأسئلة عن أنور مالك وما إلا ذلك هو يقول في 2005 أنه أثناء تواجدي بسجن الحراش في 2005 وأنا كنت موجود في سجن الحراش في 2005 لم نسمع ذلك الوقت أن حميد ميباركي تعرض للضرب على الخصيتين بل أن كل المساجدين يعرفوا بأن حميد ميباركي تعرض للتعذيب وتعليقه من جهاز التناسل طريقة تستعملها لأجهزة فيما يخص تعذيب الأشخاص بالرجال بتلك الطريقة أدى إلى بطر عضو التناسل هذا هو المعروف وهو الذي قالني الكلام هذا شخصيا ووصاني في ذلك الوقت أنه عندما أخرج يجب أن أتحدث عن قضيته ومأساتي فأنا التزم حتى لو نفرض جدلا أن حميد ميباركي حاورته الجريدة وأوردت ما قاله فأنا متأكد أنه في ظروف غير ظروف طبيعية فلا يعقل أبدا أنه شخص يأتي ويقول هذا الكلام وهو في السجن عندما يخرج حميد ميباركي وأتأكد من حريتي التامة ويعيد الكلام الذي قاله هناك في ذلك الوقت شيء آخر لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر